تحية لك رائف من حلب الانتصار نحن الآن متواجدون في منطقة بستان القصر الذي حرره الجيش العربي السوري يعني اليوم هناك فرحة من قبل الجميع بتحرير هذا المعقل الأهم لجبهة النصرة الإرهابية اليوم صباحا تمكن وحدات الجيش العربي السوري من السيطرة على كل المنطقة منطقة بستان القصر والكلاسة طبعا خلفي بالصورة هذه هي منطقة الكلاسة التي حررها الجيش العربي السوري والتي كانت تعتبر أهم معاقل المجموعات الارهابية المسلحة يعني يظهر معي في الصورة هذه السواتر التي أقامتها المجموعات الارهابية المسلحة في هذه المنطقة سأحاول التقدم رائف قليلا إلى الأمام لأحاول أن أرصد المشهد الآن حي الكلاسة رائف كما قلت لك هو من أهم الأحياء التي كانت تسيطر عليها المجموعات الارهابية المسلحة هو وبستان القصر بتحرير هذين الحيين انهارت المجموعات المسلحة داخل الأحياء الشرقية من حلب اليوم نتكلم عن سيطرات تبلغ بحدود 97 إلى 98 أو 98% من الأحياء الشرقية لحلب بقي 2 كم مربع وأقل يعني هي تحت سيطرة المجموعات المسلحة التي انسحبت إلى حي العامرية وحي المشهد والأنصاري آخر أحياء في الزاوية الجنوبية الغربية يعني من الزاوية الجنوبية الغربية للأحياء الشرقية في حلب الثلاث معاقل هي ليست يعني مهمة جدا هناك سقوط ناري لتلك المناطق باعتبار أن الجيش العربي السوري سيطر على مساحات واسعة وأهم المعاقل المرتفعة يعني بستان القصر والكلاسة تشرف ناريا على ما تبقى من أحياء اليوم نستطيع القول أيضا أن الجيش العربي السوري بسيطرته على هذين الحيين الأهم هناك انهيار شبه كامل فيما تبقى 2 كم مربع هي رهن الساعات القادمة أو اليوم القادم رائف للتسليم الاستسلام للجيش العربي السوري هو المطروح والخروج من المعابر الشرعية التي حددها الجيش العربي السوري صباحا رائف عندما تمكننا يعني منذ الصباح الباكر الدخول إلى حي الكلاسة كان هناك عند المعبر الأساسي يعني منطقة الفردوس عفوا كان هناك آلاف المدنيين الخارجين من المناطق التي كانت تسيطر عليها المجموعات المسلحة وهنا أتحدث عن الكلاسة وأيضا منطقة بستان القصر ودوار أنطاكية وما تبقى من محيطهما من أحياء تبلغ مساحتها بحدود 7 إلى 8 كم مربع هي بالكامل بعهدة الجيش يعني كنا قد رصدنا الحالات الإنسانية التي خرجت والأهم من ذلك رائف أن هذه المنطقة يعني تم تحييد المدنيين بشكل كامل عن العمل العسكري يعني كان هناك تزامن بين عمليات تحييد المدنيين في حي الفردوس والكلاسة وبستان القصر ومحاولة دفعهم إلى المعابر القريبة من الجيش العربي السوري ومن ثم يعني الانتقال إلى الضفة الآمنة بعد ذلك على الفور بدأت وحدات الجيش العربي السوري منذ ساعات الظاهرة أمس إلى يعني المساء بدأ التمهيد الناري الدقيق واستهداف يعني ما تبقى من معاقل في حي الكلاسة للمجموعات المسلحة بعد أن أفرغت من المدنيين وورقت اتخاذها كضغط درع بشري على الدولة السورية بعد انسحاب المدنيين على الفور تم دخول الجيش العربي السوري إلى هذه المناطق سأنتقل معك بعدسة زميل عدنان أيضا يعني كما رصدنا هنا حي الكلاسة سأنتقل إلى الجهة الثانية من دوار انطاكي المناطق التي تبدو هنا في عمق الصورة المرتفعة والمحصنة هي منطقة يعني بستان القصر هذه المنطقة كانت على طلاسق تام بين الكلاسة فردوس وبستان القصر كانت المجموعات الارهابية المسلحة تنسحب تارة إلى بستان القصر ومن ثم تعود خلال الأسابيع الماضية إلى الكلاسة أو الفردوس في محاولة للضغط على المدنيين وجلب عائلات لاتخاذهم كدروع بشرية كل ذلك فشر رائف يعني في وقف انهيار تلك المجموعات المسلحة تشاهد معي يعني السواتر الترابية هنا والحواجز التي أقامتها المجموعات المسلحة في هذه المنطقة يعني يبدو من نوعية التحسينات أنها تحسينات خط دفاعي ثاني وأخير قبل الانسحاب هنا كانت تحصن الأساسي في بستان القصر والكلاسة كانت تعتمد المجموعات الارهابية على جعل هذه المنطقة الخط الدفاعي يعني الذي قد يحميها من تقدم الجيش فشل كل ذلك للعلم رائف أن المنطقة يعني على يمين الطريق هي منطقة ملاصقة في شمالها لقلعة حلب هي منطقة أحياء سكنية مكتظة متلاصقة لا يمكن لأي يعني لأي عربات الدخول إليها وكانت تعول عليها المجموعات الارهابية المسلحة نتيجة وجود بعض الأبنية القديمة فيها يعني في محاولة منها للتحصن داخلها والوقاية من ضربات الجيش هذا لم ينفع أيضا كون المنطقة التي على يميني هي مرتفعة وأبنية حجرية يعني كانت من هنا يتم استهداف المدنيين في الأحياء القريبة ونقاط الجيش عبر صواريخ القراد وأيضا قذائف الهاون لذلك كانت تتمسك تلك المجموعات في هذه الأحياء القريبة من حلب القديمة يعني بهذه الأحياء في محاولة منها للصمود أكثر لكن باعتبار أنها انسحبت من هذه المناطق باتجاه الأحياء أحياء العامرية والمشهد والأنصاري هناك لا وجود لتحصينات أصلا هذه المنطقة هي منخفضة عن منطقة الكلاسة وبستان القصر وبالتالي يسهل التعامل مع ما تبقى من إرهابيين رائف في تلك المناطق يعني هذه المناطق 2 كم مربع التي تبقت هي بحكم الساقطة ناريا لا يمكن أصلا وضع تحصينات أو محاولة استنزاف لوقت أطوال هناك ساعات حاسمة ستكون أمام المجموعات الارهابية المسلحة في الثلاثة أحياء قد نشهد خلال الأيام القادمة عملية نقل أو سيناريو النقل الذي كان مطروحا وهو دفع يعني كما أفادت المصادر المتقاطعة دفع المجموعات المسلحة باتجاه الزاوية الجنوبية الغربية كونها ملاسقة يعني لمنطقة العامرية وصلاح الدين وباعتبار هذه المنطقة على تلامس مع الراموسة وكليات التسليح وخان طومان وهذا ما يعني محاولة فتح معبر باتجاه منطقة خان طومان ونقل المسلحين إلى إدلب مع عائلاتهم ربيع إذا كنت تسمعوني مواقع التي تتناقل عادة أخبار هذه التنظيمات تقول بأن المواقع التي تتناقل عادة أخبار هذه التنظيمات الإرهابية ومجامعها في داخل الأحياء الشرقية لحلب تتناقل الآن خبر أن الجيش العربي السوري قد قضى نهائيا على كل الكتيبة التي كانت متواجدة في هذا الحي أي أنه لم يخرج منها أي أحد على الإطلاق المجموعات المسلحة أن الجيش العربي السوري قد قضى تماما على كل الكتيبة المسلحة الإرهابية التي كانت موجودة في هذا الحي نعم هناك أعداد كبيرة من القتلى كانت في منطقة بعيدة طبعا رائف بالمناسبة نحن نستطيع التقدم أكثر في حي بستان القصر ولكن باعتبار وصلنا مع وحدات الهندسة لا نستطيع الدخول أكثر والتعمق لرصد جثث القتلى خاصة أن الجيش حتى أفادنا منذ الصباح أن الاستهدافات دقيقة تمت لتجمعين رئيسيين داخل بستان القصر كانوا في اجتماع عمليات لبحث خلال ثلاث فصائل إرهابية نور الدين الزنكي وكتاب أبو عمارة ما تبقى منهم طبعا وجبهة النصرة هي الأساس تم القضاء بالفعل أو استهداف فجر اليوم صباحا في الثانية تم استهداف مقرين عمليات للمجموعات الإرهابية المسلحة يعني غالبا أنه تم القضاء على كل الإرهابيين المتواجدين فيهم سأحاول رائف الانتقال بعدسة الزميل عدنان جمعة إلى الأمام قليلا لأحاول رصد أكبر مشهد هنا من هذه المنطقة نحن ما زلنا في حي الكلاسي ربيع نحن ما زلنا في حي الكلاسي نحن 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 انتقلنا كنا بالمنطقة الفاصلة بين الكلاسة ويعني بستان القصر هم نفس الأحياء وعلى تلاصق في متداخلي طبعا نحن في بستان القصر الآن نعم متداخلي نعم خلفي كان حي الكلاسة أما نحن الآن في بستان القصر هذه هي الصور الأولى لبستان القصر نعم ربيع هذه المنطقة كانت من الأحياء الخطرة جدا في الأحياء الشرقية لحلب بستان القصر تجمع العمليات إذا لاحظت رائف إلى اليمين قليلا تجمع العمليات كان في هذه المنطقة المحصنة ومنطقة الجامع وفرع المرور هذا هنا كان تجمع العمليات لجبهة النصرة أو مقر العمليات هو تحت الأرض سنحاول التقدم أكثر إلى الأمام بعد قليل لكن التجمع الأساسي كان في هذه المنطقة وجهت ضربات عنيفة من قبل سلاح الجو إلى مرآب المرور الموجود هنا في هذه الساحة وهناك أنفاق وتحصنات تحت الأرض إضافة إلى الأبنية في عمق الصورة يعني استفادوا من هذه المناطق المتلاصقة من الأبنية وأيضا من الأقبية يعني لمحاولة التحصن وإقامة غرف العمليات هنا كان مركز العملية العسكرية كان في هذه المنطقة وإلى عمق الصورة بحدود المائة متر كان هناك ضرب أو استهداف مباشر من قبل الجيش عبر سلاح الجو وعبر رجمات الصواريخ إلى هذه المنطقة تم القضاء على مجموعتين إرهابيتين من قيادة العمليات الباقي انسحب على الفور يعني باتجاه باقي المناطق من الأحياء الجنوبية الشرقية باتجاه حي العامرية نعم ربيع الحديث يدور حول كتيبة أبو الجود عجم هي التي كانت تسيطر على هذا الحي الذي نعم هي تابعة لتجمع فستقم هي أحدى يعني هم ثلاث فصائل في هذه المنطقة كانت تابعة لفلول ما يسمى بالجيش الحر هذه الفصائل هي حركة نور الدين الزنكي كتاب أبو عمارة وأيضا تجمع فستقم وهو كان الفصيل الأقوى بين هذه الفصائل لكن مع بدء فتح الثغرة جنوب غرب خانطومان منذ شهرين ودخول الإرهابي يعني الإرهابي المحيسني في محاولة منه الفتح الثغرة والدخول إلى منطقة الأحياء الجنوبية الشرقية من حلب عبر خانطومان باتجاه كليات التسليح دخل مع الإرهابي المحيسني بحدود الأربعمائة شخص تسمى جماعة سراقب هذه هي الجماعة الإرهابية هي تابعة لجيش الفتح أو جيش النصر الإرهابي كما يسمى انتقلت على الفور وبدأت بارتكاب مجازر بحق المدنيين هذا منذ شهرين طبعا بدأت بارتكاب مجازر بحق المدنيين وأيضا بدأت بحملة اعتقالات واسعة عندما بدأت المجموعات الإرهابية رائف نقطة هامة عندما استشعرت المجموعات الإرهابية منذ شهرين أن الموضوع سيحسم لصالح الجيش العربي السوري بدأت في محاولة التفاوض لذلك استدعى الإرهابي المحيسني يعني عدد كبير من جماعة سراقب المعروفة هناك في إدلب بجماعة سراقب استدعى عدد كبير بحدود الأربعمائة إرهابي ونقلهم إلى داخل الأحياء الشرقية عندما تم فك الثغرة لمدة عدة أيام يعني دخلوا إلى الداخل وبدأت تتراجع وتنحسر المجموعات الإرهابية المعارضة المعتدلة كما تسمى وبدأت تقاتل بين جبهة النصرى